اشتركوا في القناة هذه استخدمت بأبسط الأدوات طبعاً هذه الشكل النهائي للمشروع هذه استخدمت بأدوات بسيطة جداً مثلاً أول شيء جهاز Thermoelectric هذه الجهاز يقوم بتحويل الحرارة إلى فولتية وأمبيرية قيمة هذه الفولتية والأمبيرية استخرجتها من خلال هذه المخطط البسيط بما أنه عندنا حرارة الإيد جداً قليلة فراح يولد عندنا فولتية قليلة جداً اللي هي 20 ميلي فولت هذه 20 ميلي فولت جمعت أربع قطاع على التوالي على الإيد ولد عندي 80 ميلي فولت هذه 80 ميلي فولت كان عندي مشكلة بتحويلها إلى 5 فولت واجهني أكبر مشكلة بهذه المسألة 80 ميلي فولت جداً قليلة نحولها إلى 5 فولت من خلال هذه الدائرة قدرت أحول 80 ميلي فولت إلى 5 فولت هذه الخمسة فولت متذبذبة اضطريت أستعمل متسعة عالية قيمة مالتة عالية جداً 4 فارات يتكون من طبقتين 2 layer هذه الشغلة هذه المتسعة راح يصفي لنا الذبذبات الموجودة بالدائرة وبالتالي راح يخزن لنا الطاقة ويفرغها خلال نصف ساعة تقريباً عدنا قبل الأوتبوت استخدمت فولتاج ريجوليتر هذه الفولتاج ريجوليتر الفائدة مالتة يدخل لأي قيمة من الفولتية راح يطلع عدنا 5 صافي 5 فولت صافي الأوتبوت استخدمت به قطعة USB هذه القاعدة قطعة USB نقدر ندخل به شحن مالت الموبايل طبعاً هذه القطعة راح يصير عندها 5 فولت معها 500 ميلي أمبير هذه كافية لشحن الموبايل من 0% خلال ساعة ونصف إلى ساعتين شكراً